مرحبا جميعا صباح الخير مرحبا فيكم بيوم جديد من الوبنار المقدم من شركة وينزر اليوم الخامس والعشرين من شهر عشرة شهر اكتوبر واليوم يوم الخميس بعض الاخبار المهمة لليوم على الاقتصاد الامريكي رح تبتدئ طبعا على الساعة 3.5 بتوقيت قبرص اي 12.5 بتوقيت جرينتش بدايتها طبعا في عنا طلبات السلع المعمرة في عنا طبعا السلع المعمرة والسلع المعمرة الاساسية والتي هي تعتبر اهم من السلع المعمرة لانه بتشيل اي سلع بتكون لها طابع موسمي وبتعطي قراءات غير واضحة على السلع المعمرة السابق كان 1.6 بالمئة بالناقص ومتوقع فاصلة 7 ففي حال صدرت اعلى من الفاصلة 7 والفاصلة 8 رح يكون تأثير جيد على الدولار والعكس صحيح في حلق كانت اقل من الفاصلة 7 رح يكون تأثيرها سيئ اليوم ايضا في عنا مطالبات العاطلين عن العمل البطالة الاسبوعية على الاقتصاد الامريكي الا القراءة السابقة 380 الف مطالبة على العمل ومتوقع انه تنخفض الى 366 انخفاض تقريبا ما يقارب الـ 20 مطالبة او 22 مطالبة ففي حال بالتأكيد صدرت اقل من 366 رح يكون تأثير ايجابي على الدولار وفي حال كانت اكتر من الستينات او السبعينات رح تكون الى تأثير سلبي نهاية على الاقتصاد الامريكي في عنا مبيعات المنازل المعلقة القراءة السابقة بدنا نقص 2.6 متوقعة بالزائد فبدنا ايضا نراقب الـ 2.1 التوقعات في حال كانت اعلى من الـ 2.1 او اقل من الـ 2.1 حتى تعطي قراءات واضحة على الاسواق بعد قليل تقريبا بعد تلت ساعة في عنا اخبار على الاقتصاد البريطاني ومن الاخبار المهمة اللي هي نتج محل اجمالي التمهيدي للربع الثالث طبعا القراءة السابقة كانت فاصلة 4% متوقعة زيادة فاصلة 6% في حال صدر الـ GDP بقراءة بالناقص بالتأكيد رح يكون هناك حركة سلبية على الاسترليني وطبعا بدنا نشوف الراقب اليوم طبعا تحركات عليه البارحة طبعا كان هناك اجتماع لبنك الفيدرال الامريكي لتصريحات الفغائد وكان من المتوقع يبقى الفادة على ما هي عليه لم يتحدثوا عن اي حديث عن عمليات شراء الاصول على المدى الطويل كان يتحدث البنك المركزي او بنك الفيدرال الامريكي عن عمليات شراء الاصول تقريبا ما يقارب الـ 45 مليار في كل شهر طبعا ما زال حتى الآن حديث لم يكن هناك توضيحات اكتر عن الموضوع نفس الشيء بالنسبة لأسعار الفوائد كان هناك الحديث انه من المتوقع ابقاء اسعار الفوائد حتى الـ 2015 على ما هي عليه كان منتظر من البنك المركزي انه يعطيه قراءات اوضح عن توريخ معينة او فترات معينة عن ابقاء الفادة على ما هي عليه ولكن لم يحصل هناك اي توضيح لاحظنا السوق لم يعمل اي حركات عنيفة وبقية بنفس المجال لاحظنا طبعا بعد الانخفاض الذي حصل البارحة حصل ارتداد بسيط على العملات ومثل ما احنا شايفين على شارت بداية على اليورو مقابل الدولار الانخفاض الذي ابتدأ من مناطق الـ 31 وربع قبل عدة ايام وصل الى مناطق الـ 129-16 تقريبا وكان هذا سعر البارحة لاحظنا ان الخفاض كان قريب من عند المنطقة التي ابتدأ منها الصعود في 15-10 بعد الظهر وكنا نتوقع ان انخفاضه اكتر الى ادنى اسعار ووصل اليها في 15-10 والتي هي عند الـ 28-90 ولكن توقف عند نقطة الدعم هاي صعد الى الاعلى وحتى الان يحاول اختلاق المناطق الدنيا التي توقف عندها خلال 19 و22 الشهر ومنطقة الـ 130-10 في حال استطاع اختراق هاي المناطق منه توقع اكمال الاتجاه الصعودي الى الاعلى ولكن ممكن استعمال مؤشر فيبوناتشي لقراءة الحركات التصحية ومنلاحظ الـ 50% تقع فوقها بقليل عند منطقة الـ 137-20 فبالتالي من المفضل مراقبة المنطقة هاي على اليورو حتى تعطينا قراءات اما اختراقها وصعوده الى الاعلى واكمال الاتجاه الصعودي مرة اخرى الى مناطق قريبة من الـ 31 او الاتداد من هاي المناطق واكمال القناة النزلي اللي احنا شايفينا بهذا السكل مع احتمالية الانخفاض مرة اخرى الى مناطق الـ 128 بالنسبة للنقاط الدعم والمقاومة بداية عن اليورو في ان نقاط دعم عند مناطق الـ 29-80 اللي هي النقاط التي كان يتراوح عندها البارحة مساء واليوم فجرا والتي اخترقها تقريبا ساعة سبعة صباحا وفي حال عاود انخفض تحت هاي النقاط هناك احتمالية لابتداء حرك الانعكاس الى الاسفل من جهة اخرى طبعا بعد هاي النقطة في عنا ادنى اسعار التي كان يتراوح عندها في السابق اللي هي مناطق الـ 129-40 اختراقها راح يعطيه مجال للانخفاض الى الـ 128-90 اللي هي ادنى اسعار لـ 15-10 وعلى تشات الاربع ساعات مثل ما احنا شايفين انخفاضه تحت هاي النقاط راح يعطيه فرص لانخفاض الى ادنى اسعار كان يتراوح عندها اللي هي مناطق الـ 128 او الـ 128 وربع بشكل عام تعد يعني المناطق الحالية الـ 130-15 مهمة الـ 50% على فبوناتش الـ 130-25 ايضا مهمة في حال صعد فوقها راح يقوم بالصعود الى الاعلى مرة اخرى والصعود نتوقع انه يصل مثل ما احنا شايفين على تشارت الساعة الى مناطق الـ 30-75 واختراق لهذه المناطق راح تيه قراءات للصعود مرة اخرى الى الـ 131-30 هي القمم التي كان يتراوح عندها قبل بضع ايام او قبل الاسبوع الماضي بعد هاي النقاط فعنا اعلى النقاط وصل اليها الـ 131-68 اه مثل ما احنا شايفين حاول مرتين الصعود منها وكان عمليات بيع قوية والشمعات من لحظ فتيلها عالي جدا في تلك الفترة فبالتالي هناك احتمالية لصعود قوي جدا في حال اخترق هاي المناطق ولكن ما زالت نقطة بعيدة حتى الان حاليا يحاول اليورو الارتفاع فوق المناطق التي كنا نتكلم عنها وفوق الـ 50% حركة صحيحية من الانقفاض الذي حصل في حال كانت فرص جيدة للبيع وفي حال اخترقها تعد فرص جيدة للشراء واحتمالية الصعود مثل ما حكينا الى الاسعار العليا السابقة المؤشرات مثل ما احنا شايفين يعني توطي قراءة صعودية نوعا ما بالنسبة لمؤشر المومنتوم يتراوح فوق نقطة المائة وفوق المتوسط المتحرك مؤشر الـ edX ابدأ يعطينا قراءات بوجود اتجاه ومثل ما احنا شايفين الاتجاه الصعودي ففي حال بقية مؤشر الـ edX يتراوح فوق الـ 25% والمومنتوم فوق المتوسط المتحرك وفوق المائة لنتوقع اكمال الاتجاه الصعودي الى الاعلى واحتمالية انكسار مناطق المقاومة التي كنا نتكلم عنها بالنسبة للسترليني مقابل الدولار لاحظنا انه حتى الان ايضا يحاول الصعود الى الاعلى اول نقاط مقاومة تقع عند مناطق المية و 61-15-16 تقريبا وهي ادنى اسعار لتاريخ 18-10 والتي اخترقها بنفس اليوم بعدها عندنا اعلى اسعار لتاريخ 18-10 مناطق المية و 61-76 والمية و 62-15 اعلى سعر لـ 15 تتبعها طبعا القمام التي ابتدأ ينخفض منها من الاسفل مناطق الـ 62-70 حتى الان مازال حركة قوية وايضا ملاحظ اليورو حتى الان يرتفع فوق الـ 130-10-15 ولكن مازال ضمن منطقة المهمة وبالنسبة للاستلين مقابل الدولار مثل ما احنا شايفين الاتجاه النزولي مازال سايد ولكن حتى الان هناك حركة تصححية على الاتجاه النزولي في حال عاود انخفض الى الاسفل تحت النقاط التي كان اليوم او عفوا كان البارحة يحاول ارتفاع فوقها مناطق الـ 165-45 انكساره تحت هاي النقاط رح تعطي قراءات نزولية الى الاسفل واكمال النمط السابق الذي بيتحرك عنه حركة انخفاض وحركات تصححية وانخفاض جديد فبننا راقب المنطقة هاي تتبعها نقطة بسيطة عند الـ 160 ومن ثم نقطة مهمة عند الـ 159-15 المؤشرات ايضا مثل ما احنا شايفين قراءة سعودية من تاريخ البارحة تقريبا بعد انخفاض الى ادنى اسعار مؤشر الـ ADX مازال يتراوح قليلا فوق مناطق الـ 25 ولكن لم يعطي اتجاه واضحا بانتظار اختراق القمة السابقة عند الـ 30 حتى تعطينا تأكيد لاتجاه سعودي لا ننسى انه ما زلنا ضمن اتجاه نجولي عام وبانتظار المنطقة اللي احنا شايفين عند هاي المناطق حتى تكون اما فرص لانعكاس الى الاسفل او حتى فرص لاختراقها واكتمال الصعود الى الاعلى بالنسبة لعملة اخرى الدولار مقابل السويسي ايضا منلاحظ انه انخفاض حتى الان سايد مثل باقي العملات النقطة التي مدنا الرقبة اللي هي اعلى اسعار وصلها بـ 19 و 22 عشرة في حال انخفض تحتها نتوقع انخفاضه لأدنى سعر لـ 22 عشرة يعني مناطق الـ 92 تقريبا 90 أو 88 في حال انكسار تحتها متوقع انخفاضه اكتر الى الاسفل الى مناطق الـ 92 و 45 ومن ثم يكمال الاتجاه النزولي على تشارت الساعة في حال صعد مرة اخرى فوق مناطق الـ 93 عشرين اللي هي النقاط التي حاول اليوم تقريبا ساعة سبعة صباحا السعود فوقها ولم يستطع اي سعود فوق هذه النقاط رح تعطي قراءات ايجابية للصعود الى الاعلى اول نقطة الـ 93 و 70 ثاني نقطة الـ 94 و 20 تقريبا او 25 مؤشر طبعا المومنتوم اللي حد ابتدى يعطي حركة عكسية انخفض تحت المتوسط المتحرك ولكن مازال يتراوح فوق المياه بانتظار اختراقه لمناطق المياه حتى يأكد لنا بالارجح بيكون اختراق مناطق الـ 92 90 او الـ 92 85 رح يكون هذا طبعا تأكيد اضافي لانخفاض الاتجاه او الموج السعودي البسيطة واكمال اتجاه العام مثل ما احنا شايفين اتجاه العام على تشارت اليومي مازال اتجاه نجولي بعد ما ارتفع الى اعلى اسعاره ولكن لاحظنا انه يتحرك باتجاه جانبي بين مناطق الـ 94 وربع وبين مناطق الـ 92 فاختراقه للـ range هذا طبعا على المدى المتوسط رح يكون اختراق مهم لاكتمال اما الاتجاه النجولي الى الاسفل او انعكاس والسعودي الى الاعلى على المدى المتوسط على تشارت اليومي ايضا منلاحظ ايضا مازال مؤشر مومنتوم يعطي قراءات نزولية ونفس الشيء بالنسبة لمؤشر الـ edx كان هذا بعد اختراقه لمناطق الـ 93.20 او الـ 93.15 بالنسبة للدولار مقابليا منلاحظ طبعا بعد الانكسار الذي حصل للقناة النزولية على تشارت اليومي بعد ما صعد فوق مناطق الـ 78.85 والـ 79 لحظنا حركة سعودية قوية حتى الان وصلت الى مناطق الـ 80.20 اول نقاط مهمة تقع عن مناطق الـ 80.60 اللي هي اعلى اسعار وصل اليها من تاريخ بداية شهر 5 من سنة 2012 احتمالية ارتداد عند وصول النقطة هاي وفي حال اختراقها متوقع اكمال الاتجاه السعودي ما يقارب الميت نقطة اضافية الى الاعلى ومن ثم ميت نقطة اخرى الى الاعلى ومن ثم مرة اخرى الى مناطق الـ 84.20 ولكن بدنا نراقب قليلا في قليل النقاط المقاومة ونشوف اذا رح يقوم باختراقها ام لا ومن جهة اخرى في حال انعكس الى الاسفل وعود انخفض هناك نقاط دعم على تشارت الاربع ساعات مثل ما احنا شايفين بداية عند نقاط الـ 79.70 اللي هي ادنى اسعار يتراوح تقريبا من تاريخ 22.10 تتبعها طبعا نقاط ادنى اسعار لفترة 19.10 منطقة 79.13 وهي ايضا مناطق الـ 79.10 التي كانت قمة سابقة والتي اصلا كانت نقاط مقاومة واصبحت نقاط دعم ونهاية عند مناطق الـ 78.60 اللي هي نقاط التي ابتدأ منها الصعود وبعد اختراقها ابتدأ يعطي حركات صعودية قوية الى الاعلى فبالتالي مثل ما احنا شايفين اهم النقاط اللي هي مناطق الـ 79.70 تقريبا او 65 وهي اولى النقاط ممكن استعمال مؤشر في ابناتشي من اعلى النقطة الى اقل النقطة ومنلاحظ مناطق الـ 38% كانت عند مناطق الـ 78 او الـ 79.70 وحتى الان متوقع ارتفاعه الى الـ 50% عند مناطق الـ 68 الـ 61% تقع عند الـ 81.45 وـ 81.80 مثل ما احنا شايفين نقاط في ابناتشي هي نفس نقاط التي نتكلم عنها على التشارت فبالتالي راح تكون نقاط اقوى من النقاط العادية على التشارت اليومي اتجاه الصعودي واضح على الـ 4 ساعات منلاحظ ان المومنتم تدعى يخف قوة المومنتم انخفض الى مناطق الـ 99.95 تقريبا بعد ما عمل حركة الصححية جانبية لتقريبا عدة ايام فاعطى هذا تخفيف حدة انخفاض المومنتم في حال صعود المومنتم مرة اخرى فوق مناطق المية او المناطق التي توقف الصعود عنها راح يكون هذا التأكيد واضح لاكتمال صعود اليان الى الاعلى فبنا ننتبه هنا بهيك حالي لانه هناك مثل ما بيسموه divergence صعود في السوق وانخفاض في المؤشرات ففي حال عاود ارتفع المؤشر مرة اخرى الى الاعلى قليلا راح يكون تأكيد انه حركة الصعودية صحيحة واحتمالية اكمال الاتجاه الصعودي بالنسبة للنفط اذا نظرنا عن النفط طبعا منلاحظ طبعا هناك حركة قوية جدا انخفاض حصلت خلال البضع ايام الماضية ووصلت الى مناطق الاربع وتمانين تسعين اذا رحنا على تشارت اليومي منلاحظ مناطق الاربع وتمانين تسعين تعد مناطق قريبة من شمعة سابقة بتاريخ 12 سبعة راح نروح على تشارت الاربع ساعات ونرجع الى الخلف حتى نراقب نقاط الدعم مثل ما احنا شايفين المنطقة هاي هي منطقة نقاط الدعم التي توقف عندها تتبعها مناطق ثلاثة وتمانين ستين وتتبعها ادنى سعر وصل اليه في تاريخ اثنين سبعة اللي هي مناطق الاثنين وتمانين فبالتالي راح تكون هاي نقاط اه الحركة عنيفة وطبعا هاي ادنى اسعار السابقة التي وصل اليها اه مناطق السبعة وتمانين ستين تقريبا اه راح تكون اه اول نقاط اه مقاومة على النفط تاني نقاط مقاومة راح تكون متل ما احنا ملاحظين الشمعة التي حصلت في تاريخ اثنين وعشرين عشرة راح نروح اتشارت الساعة حتى تكون اوضح اللي هي مناطق الاثنين وتمانين خمسين تقريبا وتتبعها اعلى اسعار لتاريخ ثلاثة وعشرين عشرة مناطق التسعة وتمانين تلاتين فمتل ما احنا شايفين نقاط المقاومة بداية عند مناطق سبعة وتمانين ستين ثمانية وتمانين خمسين تسعة وتمانين عشرين ومن ثم اهم النقاط عند الواحد وتسعين ايضا ممكن استعمال مؤشر فيبوناتشي للحركات التصحية ولكن بدنا نتأكد انه انتهت الحركة النزولية وابتدأت الحركة التصحية طبعا بعد اختراق مناطق السبعة وتمانين خمس وخمسين منلاحظ نقطة ثمانية وتلاتين بالمية تقع عند ادنى سعر وصل اليه في ثمانية عشر وهي نقطة لا بأس بها سنراقب ايضا هاي النقطة الخمسين بالمية تقع منطقة قريبة من النقاط المقاومة التي كنا نتكلم عنها والستين بالمية ايضا تقع عند التسعين عشرين التي هي ايضا قاع سابق فايضا ممكن استعمال النقطة طبعا بيعود الى المستثمر في حال كان بيتعامل على المستوى المتوسط او القصير حتى يراقب نقاط دعم مقاومة اكتر من السابق او اقل فمتل ما احنا شايفين بهذه الحالة صار عندنا نقاط مقاومة كثيرة على المستوى القصير فاذا كان المستثمر بيتعامل على المستوى القصير ممكن متابعة هاي الارقام واذا كان يتعامل على مستوى اطول قليلا ممكن يلغاء بعض هالارقام ومراقبة الارقام المهمة اللي هي مثل ما احنا شايفين على الشاشة المناطق هاي فبالتالي طبعا مثل ما احنا شايفين حركة عكسية بسيطة على النفط ولكن ما زالت ضمن اتجاه نزولي فاي ارتفاع فوق بداية نقاط الدعم او عفو المقاومة رح يكون حركة سعودية بالنسبة للاسترالي مقابل الدولار رح نضيف عملة الاسترالي حتى نقوم بتحليلها بعض المشاركين معنا طبعا بيطلبوا كثيرا هاي العملة بداية ننظر الى على تشارت اليومي ومن ثم نذهب الى تشارت المدى الاقصر حتى نبحث عن نقاط الدعم المقاومة مثل ما احنا شايفين نقطة دعم قوية على تشارت المدى المتوسط عند مناطق المية واحد خمسين عندنا قاعين سابقين حتى تلت قاعان سابقة في فترة 25 سبعة ستة تسعة وتقريبا خمسة عشرة او تمانية عشرة ومن الاعلى نفس الشيء من المناطق العليا منلاحظ في عندنا نقطة سابقة في تاريخ شهر ثلاثة في تاريخ شهر تمانية وعندنا شمعة تشبه الدوجي او الشوتينج ستار مثل ما احنا شايفين كانت عند مناطق المية وستة خمسة عش تقريبا فمثل ما احنا شايفين هذا هو النمط الحالي التي يتحرك به الاسترالي على المدى المتوسط رح نذهب على المدى الاقصر ومنلاحظ طبعا انه هناك انخفاض جيد وبعدها هناك ارتفاع فبالتالي ممكن استعمال مؤشر فبوناتشي على الحركات التصحية ومنلاحظ انه بالسابق اخترق الخمسين بالمئة انخفض وعود اليها مرة اخرى ممكن استعمال المنطقة هاي كنقطة مقاومة اللي هي الرأس السابق الذي يوصل اليه تتبعها طبعا نقاط المقاومة التي تليها مناطق المية واربعة ثلاثة وسبعين وهي قمة شهر ثمانية وعشرين تسعة ومن ثم مناطق المية وخمسة خمسة عشر ومن ثم صعود الى النقاط العليا السابقة من الاسفل مثل ما احنا شايفين ممكن استعمال ادنى اسعار السابق التي نوصل اليها ايضا عند المية واثنين تقريبا خمسة وثلاثين فمثل ما احنا شايفين نقاط الدعم المقاومة على الاسترالي راح نبحث ايضا على نقاط اخرى على المدى الاقصر ومنلاحظ في عنا نقاط دعم عند المنطقة هاي التي كان يتراوح عندها البارح في 24 والتي اخترقها انخفض اليها مرة اخرى بالشمعة اللي احنا شايفينها الشمعة هاي الى مناطق المية وثلاثة 24 فممكن استعمال منطقة حتى تكون نقاط دعم اذا لم نكن متأكدين من نقطة معينة ومثل ما احنا شايفين حتى الان الصعود توقع الى مناطق المية واربعة صفر خمسة او عشرة تقريبا وبدنا ننتظر طبعا اختراق الى هاي المنطقة او انخفاض جديد الى الاسفل مع فرصة لاختراق مناطق المية وثلاثة عشرة او خمسة عش وفي حال اختراقها راح يكمل اتجاه النزولي الى الاسفل طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية وللسا نتمنى دائما لكم تجارة موفقة ونشكركم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر